مدرسة ياسمين يوم العودة المدرسية أفاقت ياسمين باكراً وقصدت المدرسة وعند وصولها بدت لها الأبواب مطلية والجدران بيضاء ناصعة تحتضن ساحة نظيفة خطة ممراتها حي الأطفال العلم ثم دخلوا قاعات كبيرة وكانت المفاجأة في كل قاعة عدداً من المعلمين والكثير من الحواسيب والكتب والأقراص الليزرية واللوحات الرقمية قال السيد عارف أحد المعلمين سأبين لكم كيف يستطيع كل واحد منكم أن يتعلم بنفسه انفردت ياسمين بحاسوب تلمس أجزاؤه وما كادت تضع يدها على الفأرة حتى سمعت صوتاً يناديها يا سمين يا سمين هيا انهضي أما زلت راغبة في النوم الأسئلة أولاً لماذا أفاقت ياسمين باكراً؟ أفاقت ياسمين باكراً كي تذهب إلى المدرسة ثانياً بماذا تفاجأت ياسمين؟ تفاجأت ياسمين بوجود عدداً من المعلمين والكثير من الحواسيب والكتب والأقراص الليزرية واللوحات الرقمية في كل قاعة ثالثاً اختارت ياسمين في منامها الحاسوب للتعلم ابدي رأيك في اختيارها لقد أحسنت ياسمين الاختيار لأن الحاسوب يعد من بين أهم الوسائل الحديثة المعتمدة في التعلم ترجمة نانسي قنقر